موسيقى يعطيكم العافية معكم الطالب يا مان كراجة من دفعة أوفردوز لكلية الطب في جامعة البلقات التطبيقية اليوم إن شاء الله رح نكمل معكم الجزء الثاني من شابطة الأحداش رح نحكي عن مرحلة الأخيرة من مراحل Cell Signaling عملية الResponse أو الاستجابة الخلوية أما الموضوع الثاني رح يكون عن الأبوبتوزز موت الخلايا المبرمج نبدأ بالكونسبت الرابع Response أو الاستجابة الخلوية Cell Signaling leads to Regulation of Transcription or Sytoplasmic Activities بشكل عام إحنا بنعرف أن الاستجابة الخلوية إما بتصير داخل النواة تعملي عملية Transcription وتكوين بروتينات جديدة أو بتصير داخل الساتو بلازم من الساتو بلازميك اكتفتيز اللي أخذناها قبل تحفيز عن طريق السيكان مسنجرز أو عن طريق الفوسفوريليشن كاسكيلز وهذا الحك رح نحكيه كمان شوي The cell's response to an extra cellular signal is sometimes called the output response استجابة الخلية للمؤثر الخارجي أو الإشارة الخارجية من سميها إحنا output response Nuclear and Sytoplasmic Responses Ultimately, a signal transaction pathway leads to regulation of one or more cellular activities بحكي لكون أنه في نهاية المسار الناقض للإشارة إحنا نوصل لاستجابة أو أكثر داخل الخلية The response may occur in the sytoplasm or may involve action in the nucleus عملية الاستجابة الخلوية زي ما خدنا قبل شوي إنها بتصير إما في السيتو بلازم أو داخل النواة Many signaling pathways regulate the synthesis of enzymes or other proteins usually by turning genes on or off in the nucleus هاي جوني بتحكي لك عن عملية transcription اللي بيصير داخل النواة تقوم بتصنيع الإنزيمات أو البروتينات عن طريق شو إطفاء أو تشغيل الجينات اللي إحنا بدنا إياها داخل النواة The final activated molecule may function as a transcription factor آخر جزي أو موليكيول بتوصل إلي الاستجابة الخلوية بيكون مسؤول عن عملية transcription زي ما من لاهض هون عملية transcription اللي بيصير داخل النواة إحنا خدنا هاي العملية قبل ولكن العام المسؤول عنها كان هرمون التستستيرون هذاك الهرمون كان يدخل للخلية عن طريق الانتشار البسيط لأنه كان عبارة عن hydrophobic molecule بالصورة هذه إحنا عنا الغراث فاكتور الغراث أو السيجنانيج موليكول هو عبارة عن عام النمو بيؤدي إلى تكوين بروتينات مسؤول عن نمو الخلية بالمرحلة الأولى الريسبشن الغراث فاكتور بيرتبط بالريسبتور بالمرحلة الثانية لترانسدكشن بدخل بفوسفوريلايشن كاسكيد تسلسل من عمليات الفسفرة للبروتينات وآخر البروتين يتنتح فيزه أو إنزيم بدخل للنوا عن طريق نيوكليار بورز أو الثقوب النموية بوصل للإن أكتف ترانسكريبشن فاكتور هو العامل المسؤول عن عملية إطفاء وتشغيل الجينات المطلوبة لما يصير هذا العامل أكتف بيرتبط بجزئي الدي اي بعملنا تيرنينج ان اور اوف للجينات بيعطيني رسالة ام ار اي جديدة هاي الرسالة ترجع تطلع بره نيوكليار بورز بتروح على الريبوسوم وبتكون لي بروتينات جديدة مسؤولة عن عملية القراث أو النمو بحكي لك انه في مسارات نقل إشارة ثانية بتنظم لي نشاط الإنزيم مثلا بالصورة هاي من لاحظ انه السبستانس أو الليغند اللي بيرتبط مع الإنزيم الأول بتحول للإنزيم اللي بعده واللي بعده لحد ما بالآخر يعطيني بروتكت هادا احنا منعتبره باثوي بنظم لي نشاط الإنزيم من شوي أخذنا كيف الاستجابة الخلوية بتكون داخل النواة بعملية الترانسكريبشن هلا بدنا نشوف السيتوبلازمك كيف الاستجابة الخلوية بتكون داخل السيتوبلازم وراح نوضح كمان عملية استيميوليشن في غلايكوجين بريكدون باي إبنفرن أخذنا سابقا أنه العالم سادل لاند هو أول من اكتشف هرمون الإبنفرن أو هرمون الأدرينالين ولاحظ تأثيره على الخلية منلاحظ هنا بعملية الريسبشن بهاي العملية احنا بلشنا بجزيء واحد هو جزيء الإبنفرن ارتبط عندي بالجي بروتين كابل ريسبتور زي ما أخذنا قبل بخطوات الجي بروتين كابل ريسبتور هذا الارتباط رايح حفز لي بعملية ترانسدكشن رايح حفز لي الاناكتف جي بروتين مجرد مرتبة الإبنفرن بالجي بروتين كابل ريسبتور حفز لي الجي بروتين الاكتف جي بروتين راح نلاحظ بعدين أنه الضعف وصار عدده 100 موليكولز 10 قوة 2 راح نلاحظ كمان بالتفاعلات اللي جاي أنه الجزيئات عم تتضعف بلشنا ب1 موليكول ورح ننتهي بعشرة قوة 8 موليكولز الاناكتف جي بروتين لما يصير اكتف بحفز لي بعدين الاناكتف أدينيل سايكليز وهذا الانزايم اللي بيكون موجود في الغشاء البلازمي الاكتف أدينيل سايكليز برضو بتكون عدد جزيئاته 100 هذا الانزايم بحفز لي أو بحول لي الاتب لسيكليك اي ام بي اللي هو سي اي ام بي عدد الجزيئات راح يصير معنا عشرة قوة 4 السي اي ام بي دورو بحفز لي اول بروتين كاينيز قدامه ان اكتف بروتين كاينيز اي بصير عندي اكتف بروتين كاينيز اي وبرضو بتكون عدد جزيئاته 10 قوة 4 بعدين هذا البروتين بحفز لي الاناكتف فوسفوريليز كاينيز الاكتف فوسفوريليز كاينيز بصير عددهم مليون جزيء واخر جزيئة تنتحفيزه هو الاناكتف غلايكوجين فوسفوريليز اكتف غلايكوجين فوسفوريليز هو المسؤول عن تحويل غلايكوجين لغلوكوز وان فوسفيت بعملية الاستجابة الخلوية الاخيرة منلاحظ عدد الجزيئات بيكون 10 قوة 8 موليكولز يعني 100 مليون جزيئ غلايكوجين وان فوسفيت طبعا غلايكوجين وان فوسفيت منلاحظ انه مرتبط بمجموعة فوسفيت في انزيم معين بيقوم بانتزاء الفوسفيت او مجموعة الفوسفيت من غلايكوجين لما يصير غلايكوجين حر بيقدر يطلع بره الخلية ويدخل لمجرى الدم ويروح حقيق لي الوظائف اللي صنع من اجلها والفيديو الجاي راح نفرجيكم هاي العملية بشكل اوضح The first step in epinephrine signaling occurs when the hormone binds to an epinephrine receptor on the cell surface The hormone triggers the receptor to change shape converting the receptor to its active form The activated receptor triggers a cascade of events within the cell beginning with the activation of a G protein The G protein binds to the activated receptor releases GTP and takes up a molecule of GTP After taking up GTP the G protein is released from the receptor and splits into two parts One of the parts is activated and continues the signaling cascade Shortly thereafter the hormone leaves the receptor and the receptor reverts to its inactive form The G protein activates an enzyme called adenylyl cyclase When activated adenylyl cyclase converts a large number of ATP molecules into signaling molecules called cyclic AMP Because cyclic AMP carries the message of the first messenger epinephrine into the cell it is referred to as a second messenger In response to an internal timer the G protein soon inactivates itself by cleaving GTP and the subunits reassociate With the G protein no longer attached the adenylyl cyclase deactivates and can no longer convert ATP into cyclic AMP The cyclic AMP molecules produced by adenylyl cyclase continue the signaling cascade by binding to an enzyme called protein kinase A This binding causes protein kinase A to separate into subunits two of which are catalytically active The activated protein kinase A subunits perform chemical reactions in which they add phosphate groups to another type of enzyme called phosphorylase kinase The addition of the phosphate groups activates phosphorylase kinase The phosphorylase kinase phosphorylates another enzyme in the cascade called glycogen phosphorylase When phosphorylated glycogen phosphorylase also becomes activated In its activated state glycogen phosphorylase produces the cellular response to epinephrine breaking down glycogen into its component glucose molecules During the process the enzyme adds a phosphate group to each of the glucose subunits Another enzyme not shown removes the phosphate groups from the glucose molecules Without the phosphate groups glucose molecules can be transported across the plasma membrane of the cell Once outside of the cell the glucose enters the bloodstream and is taken up by other cells and used as a fuel This fuel represents a key component of the epinephrine-induced fight-or-flight response Signaling pathways can also affect the physical characteristics of a cell for example cell shape It says that the mass can affect my bloodstream can affect my bloodstream as well as the cells on the physical of the cells to change the cell Here I have a number of the cell of the cells of the cell شموس شموس سموه هيك نسبة إلى شخصية كرتونية قديمة كان اسمها شموس لأنه منلاحظ أنه إلهم نفس الشكل أخذنا سابقا باليست ميتنج سيلز أنه بصير أن عندي فيوجن أو اندماج بين خليتين خميرة وتندمج عندي في خلية واحدة نعمل فورمينج لخلية خميرة واحدة بمادة وراثية واحدة راح نلاحظ بالصورة اللي بعديها أنه راح نستخدم نوعين من البروتينات الأول اسمه فوز 3 نسبة إلى فيوجن والثاني اسمه فورمين نسبة إلى فورمينج يعني تكوين لخلية الخمير بهاي العملية راح نوضح كيف اليست سيلز تستجيب للميتنج فاكتور بتقوم بعملية الاستطالة والاندماج المرحلة الأولى منلاحظ أنه الميتنج فاكتور أو عامل التزاوج بيرتبط عندي بالجيب روتين كبلد رسيبتور هاي الرسيبتور نفسها اللي أخذناها قبل في اليست ميتنج لكل فاكتور اللي هو رسيبتور خاص فيه إذا صار بناتهم توافق بصير عندي عملية الاستطالة والاندماج الجيب روتين كبلد رسيبتور لما يرتبط فيه الميتنج فاكتور بحفز لي الجيب روتين بتحول عندي من جي دي بي إلى جي تي بي الجيب روتين بدخل بفوسفوريليشن كاسكيد ليوصل بالآخر ببروتين اسمه فوز 3 الفوز 3 بنعمله فوسفوريليشن عن طريق إعطاءه مجموعة فوسفيت وبدوره بحفز لي بروتين آخر اسمه فورمين فورمين برضو بنعمله عملية فوسفوريليشن بصير يكون لي أو يعمل لي فورمين للمايكروفيلامين والمايكروفيلامين زي ما أخذنا بشارطة الستة إنها مكونة من الأكتين سابيونت لما تتكون من الأكتين سابيونت عندنا بتتكون لي سلسلة طويلة من المايكروفيلامينز وبتكون عندي بالآخر لشموه بروجيكشن لشموه بروجيكشن هي عملية الاندماج بين خليتين الخميرة بحكي لك أن الخطوات العديدة في مسارات نقل الإشارة إلى فائتين مهمات الأولى تضخيم الإشارة وبالتالي تضخيم الاستجابة الخلوية الثانية المشاركة في دقة الاستجابة الخلوية يعني لكل لغند أو signaling molecule له استجابة خاصة فيه وهدول الفائتين رح نحكي عنهم واحدة واحدة Signal Amplification تضخيم الإشارة الخلوية Enzyme cascades amplify the cell's response بحكي لك أن تسلسلات الإنزيمات بتضخيم للإشارة الخلوية طب كيف هاي العملية بتصير؟ At each step the number of activated products is much greater than in the preceding step في كل خطوة عدد النواتج المحفزة بتكون أكبر بكثير من الخطوة التي تسبقها يعني هون إحنا منلاحظ عنا Enzyme cascades بلشنا بموليكل معين لغند معين هذا اللغند ارتباطه بالرسبتور حفز لي ثلاث موليكلز بعدي والثلاث موليكلز بدورهم كل واحد حفز عندي كمان ثلاث جزيئات لحب ما وصلنا عدد كبير من الجزيئات اللي بتقوم لي بالاستجابة الخلوية One ligand is amplified into many intracellular molecules تماما زي ما أخذنا قبل شوي عن هرمون الإبنفرين كيف إحنا بلشنا بجزيء واحد وهذا الجزيء حفز لي مجموعة من الجي بروتينز والجي بروتينز بعدين حفزت لي مجموعة من الأدينال سايكلز وهكذا حتى نوصل لاستجابة خلوية مضخمة والفيديو الجاي رح لوضح لي أكثر عملية السيجنل المترجمات Receptor proteins interact with signal molecules at the surface of the cell In most cases the signals are relayed to the cytoplasm or the nucleus by second messengers which influence the activity of one or more enzymes or genes inside the cell However, most signaling molecules are found in such low concentrations that their effects in the cytoplasm would be minimal unless the signal were amplified Therefore, most enzyme-linked and G-protein linked receptors use a chain of other protein messengers to amplify the signal as it is being relayed In the case of a protein kinase cascade one cell surface receptor activates many G-protein molecules Each G-protein activates many adenylyl cyclases Each cyclic AMP in turn will activate protein kinases which then activates several molecules of a specific enzyme The end result is rapid production of high levels of the final product The specificity of cell signaling and coordination of the response دقة عملية cell signaling وتنظيم الاستجابة الخلوية Different kinds of cells have different collections of proteins Of course, in different kinds of cell proteins These different proteins allow cells to detect and respond to different signals These different proteins allow cells to detect and respond to different signals This particular type of protein is allowing these cells to be distributed and distributed to different signs Even the same signal can have different effects in cells with different proteins and pathways ممكن الإشارة نفسها يكون لها أكثر من تأثير على الخلية بسبب اختلاف البروتينات والباثوي اللي بترتبط فيها. Pathway branching and cross-talk further help the cell coordinate incoming signals. عندي نوعين من أنواع الباثوي الأول branching تفرع والثاني اسمه cross-talk. هدول الثنين بينظموني الإشارات الخارجية اللي بتيجي على الخلية. وكل واحد في يوم رح نشرحه بالصور اللي جاي. هاي الصور بتوضح لي specificity of cell signaling. دقة عملية cell signaling. كل صورة فيها خلية معينة بتستجيب بطريقة مختلفة عن الثانية. Cell A pathway leads to a single response. بالخلية A منلاحظ انه signaling molecule بيرتبط مع الرسبتور بيحفز لي أول relay molecule. بعدين relay molecule اللي بعده وبيعطيني استجابة خلوية واحدة. بالcell B pathway branches leading to two responses. هاي طريقة الbranching اللي حكينا عنها قبل شوي. انه signaling molecule بيحفز لي أول relay molecule قدامه. وال relay molecule بعدين بتفرع وبيحفز لي نوعين مختلفين من البروتينات. كل واحد مسؤول عن استجابة خلوية معينة. cell C cross talk occurs between two pathways. في هاي الخلية بنا نرضي عملية ثانية عملية الكروستوك اللي بتصير بين relay molecules. عندي هون نوعين مختلفين من الريسبتور في القشاء البلازمي. كل واحد بيرتبط فيه نوع مختلف من signaling molecules. وبرضو بيحفزو لي أنواع مختلفة من الريلي. منلاحظ بالباثوي الأول تبع الريسبتور الأول في عندي relay molecule. بيعتمد على relay molecule ثاني في الباثوي الثاني. اما يعملو activation or inhibition. وهي هي عملية الكروستوك اللي بتصير بين relay molecules. يعني كأنهم بتواصلوا مع بعض. وهذا الإشي بالآخر بيعطيني response معين. سواء كان activation or inhibition. لازم الخلية تستجيب بطريقة معينة. مما بتكمل تصنيع أو بتوقف تصنيع. نيجي لآخر نوع من أنواع cell signaling. cell the different receptor leads to a different response. بيحكي لك ببساطة أن مختلف أنواع الريسبتور تعمل لي استجابات مختلفة. signaling efficiency, scaffolding proteins and signaling complexes. فعالية الإشارة. عندي نوع جديد من أنواع relay proteins. هذا النوع اسمه scaffolding proteins. scaffolding proteins are large relay proteins to which other relay proteins are attached. هو نوع من أنواع relay proteins الكبيرة. بارتبط فيها أنواع ثانية من relay proteins. والصورة الجاي رح توضح لنا هذا التركيب. scaffolding proteins can increase the signal transaction efficiency by grouping together different proteins involved in the same pathway. بحكي لك scaffolding proteins بيزد لي فعالية عملية نقل الإشارة. عن طريق تجميع مختلف البروتينات في الباثوي نفسه. منلاحظ بالصورة هاي تركيب scaffolding protein. scaffolding protein زي ما حكينا هو عبارة عن large relay protein بارتبط فيه أنواع مختلفة من لبروتين كاينيزز. لما السيجنالي مريح كنتوصل للرسيبتور. الرسيبتور بيحفز لي السكافولدنج بروتين لما يرتبط فيه. والسكافولدنج بروتين بيدوره بيحفز لي بروتين كاينيزز. عشان يدخلوا في الفوسفوريليشن كاسكيدز أو غيره. termination of the signal. انهاء الإشارة. ان اكتيفاشن ميكانيزمز are an essential aspect of cell signaling. آليات التعطيل وقصدهم تعطيل الإشارة هي جانب مهم من عملية cell signaling. ليش آليات التعطيل مهمة؟ لو ضل في جسم الإنسان الجزيئات المسؤولة عن الاستجابة الخلوية محفزة ومستمرة بشكل دائم راح يضل في عند استجابة خلوية مستمرة. وهي الاستجابة بتضل تصنيع الجزيئات بشكل مستمر وهذا الإشي مضر وممكن يسبب أمراض لجسم الإنسان. من الأمثل المذكورة عن هذا الإشي مرض الكوليرا. مرض الكوليرا سببه الرئيسي ازدياد على الجزيئات CAMP داخل الجسم. والسبب في ذلك نوع معين من البروتينات اللي بتضلها مرتبطة بالأدنيل سايكليز وبتخليه محفز بشكل دائم. وهو بدوره بيقوم بتحويل الATP بالخلية لCAMP. فهذا الإشي بسبب لي مرض الكوليرا اللي احنا منعرف هو مرض الديهايدوريشن أو المرض اللي بسوي جفاف للجسم. لما جزيئ الإشارة يغادر المستقبل برجع لحالته الطبيعية ال-inactive. كل الجزيئات في الجسم مدامها محفزة راح تضلها شغال بشكل مستمر. يعني مثلا الريسبتور الموجود في الغشارة بلازمي مجرد مغادر السيجنالينج موليكيول برجع لل-inactive state. نفس الإشي الجي بروتين مجرد مغادرته مجموعة الفوسفيت برجع لل-GDP وبرجع لل-inactive state. وآخر إشي الأدينال سايكليز مثلا الانزامي اللي بكون موجود في الغشارة بلازمي مجرد مغادره الجي بروتين برجع لحالته الأصلية ال-inactive. يعني احنا منلاحظ أنه كل الجزيئات عم تعتمد على بعض. السيجنالينج موليكيول أو جزيئ الإشارة لما غادر الريسبتور رجع هذا لل-inactive state. وبعدي رجع الجي بروتين لل-inactive state. وآخر إشي رجع عند الإنزامي لل-inactive state. فهاي هي ال-inactivation mechanisms آليات التعطيل اللي بتصير داخل الخلية. وصلنا إلى الكنسبة الخامس والأخير أبوبتوزز program cell death integrates multiple cell signaling pathways. عملية الاستماتة أو الأبوبتوزز is a programmed or controlled cell suicide. هي عملية موت الخلايا المبرمج أو انتحار الخلايا. كيف يصير هذه العملية؟ A cell is chopped and packaged into vesicles that are digested by scavenger cells. الخلية تقطع وتحمل داخل حويصلات. هاي الحويصلات يتم هضمها وتحليلها عن طريق scavenger cells أو الخلايا الزبالة. من الأمثل على هاي الخلايا macrophages mononucleated cells. هاي الخلايا نفس مبدأ الفاغوسايتوز أو عملية البلعمة بتقوم بهضم الخلايا الميتة من الأنسجة. Apoptosis prevents enzymes from leaking out of a dying cell and damaging neighboring cells. من فوائد عملية الأبوبتوزز إنها بتحافظ على الإنزيمات إنها تتسرب من الخلية الميتة وتدمر لي الخلايا المجاورة للخلية الميتة. هاي الصورة بتوضح لي عملية الأبوبتوزز لهيومان وايت بلد سيل. عندي هون نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء. هاي الخلية مجرد ما خلصت وظيفتها أو ما كان إلها فائلة داخل الجسم. بتقوم بعملية الانتحار أو الأبوبتوزز. وزي ما حكينا إنها تقطع وتحمل داخل حويصلات. هاي الحويصلات بتيجي خلية scavenger بتخضم هاي الحويصلات وبتحلل اللي جوتها. هلا رح نحكي عن دور الأبوبتوزز أو موت الخلايا في نوع من أنواع ديدان التربة. أبوبتوزز is important in shaping an organism during embryonic development. عملية الأبوبتوزز عملية مهمة في تشكيل وتكوين الكائن الحي أثناء تطور مراحل الجنينية. بحكي لك أول مرة تم الدراسة الأبوبتوزز في تطور المراحل الجنينية كان في نوع من أنواع ديدان التربة. بحكي لك في هذا النوع من أنواع ديدان عملية الأبوبتوزز تنتج عن طريق نوع من أنواع البروتينات. هاي البروتينات بتسرع عملية موت الخلايا على البروتينات اللي بتمنع هاي العملية. الصور اللي جاي رح توضح لنا الحكي اللي حكينا. هاي الصورة بتوضح للمرحلة الأولى من مراحل الأبوبتوزز اللي بتصير في نوع من أنواع ديدان التربة. في الحالة الطبيعية لما يكون ما عندي أي جزيء مسؤول عن موت الخلية بيكون الرسبتور المسؤول عن استقبال هاي الإشارة داخل هاي الخلية في عندي ثلاث أنواع من البروتينات كل واحد رح نحكي شو وظيفته. بالنسبة لسيد ناين فهو بروتين موجود في الجدار الخارجي للميتوكندرية. شو وظيفته بمنع لنشاط بروتين سيد فور. طول ما الخلية مش واصلها الديث سيجنانيج موليكيول بيضل سيد ناين شغال ويمنع لي نشاط سيد فور. إذا وصل السيجنانيج موليكيول مسؤول عن موت الخلية زي ما رح نشوف بالسلايد اللي جاي رح يوقف عمل السيد ناين والسيد فور عندي تشتغل وتحفز لي السيد ثري البروتين اللي بجنبيها ويبلش عندي موت الخلية. أما هاي الصورة بتوضح لي المرحلة الثانية من مراحل الأبوبتوزز لما يوصل عندي الجزيء المسؤول عن موت الخلية. مجرد ما يرتبط هذا الجزيء بالرسبتور بيبعت المستقبل هذا الرسالة للسيد ناين وبيحاوله من اكتف فورم لان اكتف فورم. هذا البروتين مجرد ما تعطل بيشتغل عندي البروتين او الانزيم سيد فور. الانزيم هذا بيحفز السيد ثري وبيدخله في اكتيفاشن كاسكيد. تسلسل من التفعيلات. هادولا التفعيلات بيحفزولي انواع ثاني من الانزيمات. اذر بروتيازز ان نيوكليازز. طبعا هاي الانزيمات مسؤولة عن تحليل البروتينات في الخلية. وهاي الانزيمات مسؤولة عن تحليل النواة داخل الخلية. وطبعا الفائدة من الابوبتوزز زي ما حكينا انها بتمنع هذا النوع من الانزيمات انها تتسرب برا الخلية وتأذي او تدمر الخلايا المجاور. ومنلاحظ ان الابوبتوزز بكون اشي عندي اسمه بليبس او فقاعات هي الحويصلات اللي بتهضمها اسكافينجر سيلز. مسارات موت الخلايا والاشارات التي تحفز هذه المسارات. بحكي لكون انه الكاسبيزز من اهم انواع البروتيازز اللي بتشغلي الابوبتوزز للخلايا. وزي ما حكينا البروتيازز هي عبارة عن انزيمات بتحليل البروتينات في الخلية. ابوبتوزز can be triggered by عملية الابوبتوزز ممكن تحفز في تلت طرق. an extra cellular death signaling ligand زي ما اخذنا قبل شوي. dna damage in the nucleus. تلف وضرر dna داخل النواة. protein misfolding in the endoplasmic reticulum. الطي الخاصة للبروتينات داخل الشبكة الاندبلازمية. ابوبتوزز evolved early in animal evolution. بحكي لك ان عملية الابوبتوزز ظهرت مبكرا في تطور الحيوانات. and is essential for the development and maintenance of all animals. وهي عملية مهمة لتطور وبقاء الحيوانات. apoptosis may be involved in some diseases. for example parkinson's and alzheimer's. ممكن الابوبتوزز يسبب لي بعض الامراض. زي مرض باركنسون وهو مرض يصيب الجهاز العصبي. مرض الرعاش ومرض الزهايمر. interference with apoptosis may contribute to some cancers. وكمان التداخل في عملية الابوبتوزز ممكن يسبب لي بعض انواع سرطانات. خاصة في المراحل الجنينية الاولى. واخر صورة معانا بتوضح لكم تأثير عملية الابوبتوزز على تطور يد. نوع من انواع الفئران اثناء مراحله الجنينية. هنا عندي inter digital tissue. نسيج بين اسبعي. بختفي هذا النسيج عن طريق عملية الابوبتوزز. موت الخلايا بين هدولا الاصابع. حتى يعطيني بالاخر يد سليمة ومتكاملة. والفيديو الجاي راح يوضح لكم طريقة عملية الابوبتوزز بشكل كامل. موسيقى 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 تجربة كمسكسة تجربة يد Really role in growth, التعبارين أن يدفشيح هي تجربة الموحلسة تجربة كمسكسة و قمر السماء و تعاملين ويجب أن نكون خلصنا شابت راح داعش بشكل كامل أتمنى تكونوا استفدتوا يدعمونا بلايك وشير وسبسيكرايب ويدعونا